السلام عليكم الفيديو ده للناس اللي زي اللي عندها في البيت حد عنده حسية من الجلوتين النهاردة جبتلكو أربع وصفات لعيش خالي من الجلوتين يعني مش هنستخدم دي الأمحة خالص هنستخدم أربع أنواع من الدقيق وهقول لكم أحسن نوع إيه وهنعملهم مع بعض بأبسط وأسهل طريقة وهقول لكم كمان طريقة التخزين عشان يكون عندكم دايما في البيت في عيش تعالوا نشوفوا الوصفة ومتنسوش ان انت لو عجبكم الفيديو ده انكم تعملوا لايك وصولوا الفيديو الأكبر عدد من اللايكات طبعا لو شايفين ان الفيديو يستاهل واعملوا متابعة واعملوا كمان شير كتير ويلا بينا أول حاجة كده أنا هستخدم أربع أنواع زي ما قلت لكم من الدقيق أول نوع معانا هو دي الشعير اتأكدوا ان دي الشعير ما يكونش فيه جلوتين بيبقى مكتوبة على العلبة أنا هنا استخدمت كباية من دي الشعير وحطط عليهم يعني رشة بسيطة كده من الملح وجبت كباية من المية وننزل بيها كده بالتدريج ونقلب كده بالمعلقة لغاية ما نحصل على قوام يكون سهيل شوية هنا لاحظت ان القوام لسه تقيل فزودت كمان نص كباية كده ننزل بيها برضه بالتدريج عايزة أقولكم ان أغلب أنواع دي الشعير اللي موجودة بتكون فيها جلوتين فعلشان تكونوا في أمان اقروا المكتوب على العلبة قبل ما تشتروها هنا بقى هنقلب كويس جدا كده وهنوصل للقوام ده زي قوام الكريبة بالزبط هنا بقى على طول هنكون مجهزين الطاصة بتاعتنا ولو عايزين الموضوع يكون صحي أكتر فاستخدموا زيت جوز الهند ده بيتبيع طبعا في كل المولات وغال شوية بس صحي جدا عن أي زيت تاني وكمان صحي أكتر من زيت الزتون علشان زيت الزتون أصلا مش بيستحمل الحرارة خالص أنا هنا حطيت في الطاصة كده يا دوب نقطتين بس وده هنطوم كده بالفرشة وهناخد كبشة من العجينة دي وهننزل بيها كده على الطاصة ونحاول إن احنا نفردها كده نخليها بحجم الرغيف اللي احنا عايزينه أهم حاجة إن احنا ما نخليش السمكة عالي قوي علشان الرغيف ما يطلعش معجن من جوه يعني على قد ما نقدر نفردها كده زي ما انتوا شايفين شايفين النار عاملة إزاي؟ النار ولا هي هادية قوي ولا هي عالية قوي بتكون متوسطة كده علشان يستوي معانا في سرعة زي ما انتوا شايفين أول ما نلاقي إن خلاص الرغيف استوى فإحنا بنقلبه على الوش التاني وبنفضل نقلب كده على الواجهين لغاية ما بيستوي معانا تسويس الرغيف ممكن تاخد معاكم من سبع لعشر دقايق أهم حاجة إن احنا بنقلب كده زي ما انتوا شايفين وبنضغط بالي سباتيولة الضغطة دي بتخليه ينفخ معاكم لو انتوا حابين إن يكون الرغيف منفوخ لو مش عندكم مشكلة وعادي خالص مش مهم إن هو يتنفخ فإنتوا سووه على الجنبين كده وما تضغطوش مش هيتنفخ معاكم بس أنا بحب إنه يكون منفوخ كده بيكون طعمه أحلى اتنفخ معايا وبعد كده خلاص استوى فنشيله ونغطيه على طول بفوطة كده زي ما شفته وبعد كده نعمل الرغيف التاني وإحنا بننزل كده بالعجينة في المرة التانية حاول إنه ما تكونش الطاصة سخنة قوي يعني نكون مهديني النار شوية علشان ما تعملش معاكم فقعات ووقتها حيكون صعب إنه هو ينفخ معاكم الرغيف بعد ما بيستوي بالشكل ده بنقلبه كده برضو على الوش التاني وبنفضل نضغط علشان ينفخ معانا الضغط ده هو اللي بيكون سبب في إن الرغيف ينفخ زي ما أنتوا شايفين كده وبيكون معانا بالشكل ده اتحمر طبعا من جميع النواحي وبيكون طعمه حلو جدا تعالوا نعمل النوع دي تاني وهو دقيق الرز البني بيباع في كل المولات وبيكون صحي جدا ودي العلبة بتاعته اسمه دي روز البني خدت نص كباية بس علشان أعمل منه كمية صغيرة أنا لسه بجرب العيش ده علشان أعرف أنا هنوع فيهم أحلى أنا بجرب معاكم لأول مرة فأنا عملت بس نص كباية علشان بس يعني أنجز في الوقت حطت برضو رشية ملح وحطيت كمان يعني الميا كده جبتها ونزلت بيها بالتدريج جبت كباية وما استخدنتش الكباية كلها يعني يا دوب كده نص كباية على نص كباية الدقيق اللي استخدمناها علشان يكون معانا القوانف الآخر بالشكل اللي انت شايفينه ده هنا بقى في المرحلة دي هنكون مجهزين للطوصة تكون سخنة على النار وتكون النار هادية علشان ما نبكبكش كده أول ما ننزل بالعجين وهنسويها بالمعلقة بالشكل ده كده عشان يكون يعني شكل الرغيف يكون شكله كويس وهنسيبها أول ما بنلاقي إنه خلاص ابتدى أنه هو يستوي من تحت فبنقلبه على الوش التاني عايزة أقولكم أنتم ما تستنوش خالص إن العيش ده ينفخ ما بينفخش هو آخره كده بيكون شكله كده عامل زي الأطايف هناخده برضه وينه هنحطه كده ونغطيه بالفوطة تعالوا نشوف ثالث نوع وهو كيس مكتوب عليه دقيق خالي من اللوتن مكون من ثلاث أنواع من الدقيق هو دقيق الرز ودقيق النشا ودقيق البطاطس مع بعض الثلاثة موجودين في كيس واحد كده هناخد من الدقيق ده نص كوباية برضه الأكياس دي طبعا هتلاقوها موجودة في أي مول خدت كده نص كوباية ونجيب بقى الطبق عشان نخلط فيه المكونات ورشد ملح برضه وهنا بقى استغربت النديق ده أخد كمية مية كبيرة ما كنتش متوقع خالص إنه ياخد كمية المية الكبيرة دي أنا جبت نص كوباية مية الأول كده ونزلت بيها على الدقيق ولقيت وشربها فورا وبعد كده جبت كوباية ونزلت بيها برضه على الدقيق ولقيته محتاج تاني فإنت بتفضلوا تزودوا مية لغاية ما توصلوا للقوام اللي هتشوفوه معايا دلوقتي في المرحلة دي كده هتلاقوا إن القوام وصل معاكم لكده بس كده ما تزودوش مية تانية بعد كده هنجيب برضه الطاصة تكون سخنة شوية وهننزل بيها كده على الطاصة ونسويها برضه ونخليها كده على شكل رغيف كده مدور ونحاول إن هي ما تكونش طبقة سميكة ونسويها بالمعلقة كده ونستنى لغاية ما يستوي تماما ويشد معانا كده وبعدين نقلبه ما تتسرعوش وتقلبوه بسرعة علشان هيعمل معاكم زي ما انتو شايفين كده أنا تسرعت وكنت هقلبه فأتقطع معايا بالشكل ده فإنتو بتتسرعوش يعني اسبوروا شوية لغاية ما ينشف كده معاكم ويستوي وفي المرحلة دي تقلبوه على الوش التاني أنا حاولت إن أنا أزبطه كده علشان يتزبط معايا تاني وفي الآخر قاعد تقلبه من الجنب ده للجنب ده لغاية ما نفخ معايا وبقى بالشكل اللي انتو شايفينه ده ما كنتش متوقع خالص إن هو ممكن ينفخ بس نفخ مع التقليب المستمر يعني أنا قاعد تقلب كده من الجنب ده للجنب ده كده لغاية ما تنفخ معايا وبقى معايا بالشكل ده وهنطلعوا من الطاصة طبعا هنغطيه برضو زي باقي العيش اللي عملنا وهنعمل الرغيف التاني بنفس الطريقة المرحلة دي بقى أنا خدت بالي إن أنا ما قلبوهوش بسرعة زي الرغيف الأولاني فأنا بقولكو على التجربة كاملة بالضبط زي ما حصل معايا علشان أنتم هتغلطوش نفس الغلط اسبرو شوية وبعد كده قلبوه على الوش التاني في الآخر هيتحمر معايا ويكون معايا بالشكل الأمر ده منفوخه كده ولونه أحمر شوية وبجد شكله الأزيز جدا هناخده برضو وهنغطيه بالفوتا لازم نغطيه معلشان طبعا كل أنواع دي هتنشف معايا لو ما تغطيش تعالوا نشوفوا النوع الرابع وهو دي الشوفان هنجيب كوباية من دي الشوفان وهنحطه كده برضو في طبق غويت وعلي رشة بسيطة من الملح وكوباية من الميا مش هننزل بيها كلها كده هننزل بيها بالتدريج لغاية ما نشوف يعني على حسب الاحتياج وهنقلب بالمعلاقة كده زي ما انتو شايفين وحيكون معانا القوام تقيل شوية فهننزل بباقي الميا يعني كوباية دي الشوفان هتاخد كل كمية الميا اللي معانا هتاخد كوباية كاملة شايفين القوام عامل ازاي في المرحلة دي أنا لقيت انه هو مش محتاج كمية الميا في يدوب أنا بس جهزت الطوصة وسخنتها لقيته تقل تاني فاستخدمت كمية الميا دي فانتو هيحصل معاكم نفس الكلام وهتضطروا ان انتو تضيفوا باقي كمية الميا دي فانتو ضشوها من الاول هتلاقوا القوام سايل شوية بس انتلاقوش هتلاقوا ان هو ابتدى ان هو يتقل شوية عن مكان وبس كده هناخد بقى على الطوصة برضو هتكون على الطوصة برضو تكون متسخنة على درجة حرارة تكون متوسطة لا هي هردي قوي ولا هي عالية قوي وهنفردها كده بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهنساوي الوش كده بالشكل ده واول ما نلاقيني خلاص استوى كده فبنقلبه على الجنب التاني وبنستنى لغاية ما ياخد لون خفيف وبعد كده بنبتد ان احنا نضغط على الرغيف علشان احنا عايدين ان هو ينفخ كل انواع اللي عملناها النهاردة نفخت معادة بس دي الرز البني ما نفخش معايا خالص هنا بعد ما ضغطت كتير قوي عليه نفخ زي ما انتو شايفين كده والرغيف التاني هيكون منفوخ اكتر كمان اهم حاجة ان احنا مش بنعلي النار قوي عشان يستوي كده معانا بالراحة وكمان تساعد ان هو ينفخ معانا العيش هنسويها كده برضو مش هنخلي الرغيف سمكه عالي نحاول على قد ما نقدر ان هو يكون سمكه مظبوط كده زي ما انتو شايفين اظن واضح ان هو السمكه قليل جدا هندغط برضو بالاسباسيولا كده علشان الضغط ده هيساعد ان هو ينفخ معانا شايفين اتنفخ وهيكون معانا بالشكل اللي انتو شايفينه ده لو حابين ان انتو تزودوا اللون اكتر من كده فعلوا النار شوية هياخد معاكم لون اكتر من كده وكده خلصنا مع بعض اربع انواع من العيش تعالوا بقولكو على ميزة وعيب كل واحد فيهم اول حاجة كده تعالوا نشوف عيش الشوفان بيكون طري جدا وشكله حلو قوي ونفخ معانا برضو كان حلو جدا ممكن نعمل بيه سندوتشات ويتغمس بيه وعادي خالص ده النوع التاني ده اللي هو دي البطاطا مع الرز مع النشا كمان كان حلو جدا بس هو ما يصلحش خالص ان هو يكون عيش يعني هو اقرب لطعم الكريب قوي يعني يمشي حلويات انما بقى بالنسبة لعيش الرز البني فمعجبنيش خالص كعيش انا ممكن اعمل منه كيكة اعمل منه اي حاجة تانية واستبعت خالص ان انا اعمل منه وعيش بعد كده انما بقى عيشي شوفان طبعا اجمل حاجة فيهم هو عيشي شوفان وعيشي الشعير وزي ما قلت لكم اللي انا بقطعه ده هو عيشي البطاطا مع النشا مع الرز حلوة قوي كحلويات يعني انتم ممكن تستخدموك كده بانه يتحشي مربع او نتلا او اي حاجة حلوة كده ويتاكل زي الكريب كده وخلاص المعلومة المهمة اللي انا عايزة اقولها لكم ان الدكتور قال ان دي الشعير بيكون فيه نسبة جلوتن بس الجلوتن اللي فيه مش بيدر اللي هم عندهم حسيت جلوتن الامح فانتو للامان استخدموا نوع شعير يكون مكتوب عليه خالي من الجلوتن بيكون معالج او كده فبيكون ما فيهوش جلوتن خالص فانا قررت ان انا استبعد التلات انواع التانين واختار الشوفان ان هو يكون الخبز اليومي عشان يعتبر هو احلى في الطعم من باقي الانواع وكمان متوفر جدا في كل حدة وبس كده يارب اكون قدرت ان انا فتكم ولو حتى واحد في المية وما تنسوش تعملوا لايك وشير ويدونتم في حفظ الله ورعايته مع السلامة